أعزائي المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بيكم بحلقة جديدة من برنامج مين ميديا النهاردة هنتكلم عن المودة والفاشن والأزياء والارود وطبعا كلنا دخلين على السنة الجديدة وكلنا عايزين نعرف ايه هي الأزياء النزلة جديدة والعروض والمودة والمودة وآخر صيحات المودة واللي وصل إليه المصممين استنادي ونرحب بضفتنا دكتور إيفان جبران صاحبة أتيلي إيفان فاشن بمصر الجديدة أهلا بحضرتك يا فندم أهلا بحضرتك كنا حابين نتعرف على حضرتك أكتر دكتور إيفان إيفان جبران مصرية خارجية اقتصاد منزلي قسم تصميم ملابس درست في معرض المودة معدها درستنا في الفيتنج يعني التالبيس كده وبعدين اشتغلت دزاينر في المواصلونة عملي بس الجهازة بس كلها بطاعة أوروبا يعني مركات وبرامدات يعني وكده وبعدين عملت حاجة برايفت بقى قتليه سواري وأفرح وخطوبة يعني فاشون جديد يعني فيه تفكير فيه إبداع فيه جمال طب كنا حابين ناخد فكرة أولى عن قتليه إيفان أنا القتليه بتاعي في مصر الجديدة إحنا عبارة عن جروب مع بعض يعني ثمن أفراد يعني سبب نجاح القتليين إحنا الثمن أفراد فيه تعاون ما بيننا يعني أي حد بيكمل التاني وما فيش حاجة اسمها يعني ده شغل ده شغل يعني لازم يؤجروا فيه محبة ما بينهما عشان يوف يطلعوا حاجة حلوة لأن الجمال والمودة ده لازم يبقى يعني مزاج كل اللي بيشتغلوا مزاجهم رايق وبيبص على كل حاجة جميلة عشان يعملونا إبداع حلو جديد طيب ممكن حضرتك تتكلمين أكتر عن مميزات القتليه؟ أول حاجة أنه هو الموايد بتاعت التسليمات يعني أولاً فيه إنجاز فيه تشغيل سريع يعني أسبوع عشر طيام بكتير وبعدين بتيجي تيسي بروفو بتستمي فده حاجة يعني سريعة بالنسبة لأي بنت عندها مناسبة بسرعة جات اتزنقت في وقت معين كده فممكن تيجي يعني في أسبوع تكون مستلمة في أستعين جاهز يعني في الآن طبعاً موايزات القتليه طبعاً المجموعة كلها اللي معايا الجروب كله متميز بالابتزامة والشياكة والجمال والرقة والتعامل الكويس مع الكلعين طب لو حبينا نعرف إزاي ممكن نوصل أو إزاي ما كان الوصول للأتليه هو يعني الأتليه في مصر الجديدة في شرع الحجاز ممكن يعني بعد مستشفى اليوبلس بعد الكنيسة بتاعت مرجيركس اليوبلس الشمال ده المنطقة اللي هي بتاعت الأتليه طب وعملاء حضرتك إزاي ممكن يتواصلوا معك؟ فعاكتين عندهم مالبادش على الفيسبوك وعندهم واتساب على أرقام التليفونات اللي ممكن تبقى بيكونترول دلوقتي ممكن على الفيسبوك برضو في المسج يعني بمسججات أكتر لأن التليفون كتير أنا مبردش عشان تركيز في الشغل بيخليك دايماً مركزة تماماً في الفنيات ومش في المكالمات طب ليه دايماً عملاء حضرتك بيختاروك أنت عندونا مكان تاني أو مكان آخر؟ يعني أنا موازاً كلهم يعني بنات في سن صغير يعني من عشرين لأربعين سنة على سنة السن اللي هو بتاع الشباب فأنا بعتبرهم زي بناتي لأن أنا عندي برضو بنتين فلوه زي ما بلبس بناتي وحب بلبس بنات الناس يعني حب أشوف كل البنات جميل وهم بيحسوا بده بالأس إن أنا لما بيجوا يعني أول مرة العميلة بتيجي بتوعد ما هي تتكلم فيه كلام ما بتبقش عرفة تترجمه أنا بعرف أخوه بسرعة منها آه يعني فبتحس بالراحة يعني قدي فهمتنا بسرعة بقى بلاس بقى أن احنا مندفلوهم طبعاً كل الفاشون الجديد لأنني كجمهور عادي يعني ما عنديك إش فكرة عن آخر حاجة صحيحة وصلت عن اكسسورات جديدة نزلت عن خطوط أزياء جديدة إحنا بقى ده شغلي معيكو با بتقدري تفهمين بسرعة وتوصلين لهم وبعدين أبتدي برضو أديكي ملحوظة لللي لي عليكي يعني ما نفعش أنت تقوليني يا ميلي ده أروح عمليه يعني ده طبعاً ممكن يبقى الفصان في الآخر مش حال أهم حاجة أن أنا بقى شايفاكي جسمك شكله إيه وإنتي داخله بتتكلمي معي شوية بفهم دمائك يا إيه بفهم زوئك اللاين بتاعك المناسبة اللي أنت رايحها أوتنج ولا كنيسة ولا جامعة ولا المكان اللي أنت رايحة فيه عشان عرف لبسك حاجة تليق بالمكان ده يعني طبعاً عرفنا أن حضرتك بتخططي تفتحي مكان تاني أو فروا أخرى للأتليم ممكن تختاري أماكن إيه؟ بسي هو اللي بنفكر فيه مكانين يعني التجمع يا شرفتهم عشان الأماكن دي ما فيهاش أعتلهات كتير بلوص إن الناس المميزة سكنة في أماكن برضو يعني قريبة من هنا وعندنا ناس كتير من التجمع فكلهم بيطلبوا يعني هو الجمهور بيطلبوا أن أنا عمل لهم فرغ في التجمع طب يا طرح عند حضرتك نية تعملي معرض أزياء أو عرض أزياء قريبة؟ إن شاء الله بعد البرائس السنية يعني بعد الكريستمس على بداية السنة الجديدة إن شاء الله هنعمل عرض أزياء في كايرو فيستفل في التجمع وبالنسبة للمعرض بقى يعني كما حيلة أو معرض ده برضو هنعمله إن شاء الله قريب قوي برضو هيبقى في شرطة يعني أماكن اللي هي فيه هادية شوية طب ممكن حضرتك تكلمين عن جولاتك ورحلاتك سفرياتك بر مصر يعني كل ما بلاقيه أي وقتين فان أنا أسافر فيه أخذ أجهزة من شغلي شوية بيبقى فيه لوت طبعا عليها كتير يا مصام أزياء ده حاجة مش تهلة يعني دايما بتحاولي تردي اللي قدامك في الواس بقى أن أنت طبعا لازم تعملي فاشون جديد يعني فلازم كنت أسافر يعني ماهزم كل شغلنا حاجات اكسسوارات الشغل نفسه لازم تبقى من بره مصر طب حضرتك حضرتك عروض بره قبل كده أو عروض أزياء قبل كده لا في مصر حضرتك كتير بره أنا بسافر عشان أخذ كل الكوليكشن الجديد أخذ اكسسوارات جديدة كل شغلنا بنعمله باكسسوارات كلها مستورات بصراحة بيبتدي طبعا الفستان ستايله جاهز طب دبعا أننا بدأنا نتكلم على العروض والأزياء والتصميمات حضرتك تفضلي التصميمات المصري ولا التصميمات الخارج مصر بس احنا لازم نعمل خلط ما بين اللونين يعني لأن لو التصميمات خارج مصر لا ما فيش عادتنا وتقاليده المجتمع هنا مش بيوافع عليها 100% يعني في حاجات قامة قبولة وفي حاجات لا بلاس طبعا لازم نعمل المصري لأن مصري لها تاريخ أزياء حلوة قوي كدراسة تاريخ أزياء من أول الفرعنة كان بيلبسوا إيه يعني كل مرحلة عدت بيها البلد في الفترات دي كلها كلها تعامل فيها لبس جديد فاهماني يعني بلاس بقى نحن لازم ندخل الاثنين مع بعض نعمل خلط دمج ما بين الاثنين عشان تدي حاجة جديدة وفي نفس الوقت تبقى حاجة فيها عراقة وفيها أصل يعني مصري برضو ما مع ذلك برضو احنا بنفضل المصميمين اللي من خارج مصر عشان بتحيسي نعمل أفكارهم جديدة بلاس إن الشغل دايما بتوقع المصميمين خارج مصر بيعرفوا يعني أن تقول الماتيريال والألوان والأسطات وكل ما هو جديد فده بيخلي طبعا الناس كلها يعني عايزة تتجه للخارج بس إحنا لو خدنا فكر الخارج وطبقناه عندنا فتسوكي خلاص يعني ما حدش يفكر يسافر يشتري من برا بالعكس يمكن أنا في ناس كتير دلوقتي ببرا مصر بتيجي أساساً لأتريه عشان برا الزوق مش داي اللي عارفين يلبسوه مش داي الحاجة النورمال كلها حاجات يعني كريزي شوية يعني فاشون كريزي بتعبرا لكن في مصر طبعا بالشغل بيبقى يعني برضو لازم نتابع العدد في التقاليد شوية مش هلينسى ان احنا بلدنا شعر ايه يعني في القياة طب دلوقتي احنا قربنا على السنة الجديدة وراس السنو والصيحات الجديدة والموضة ايه آخر صيحات السنة الجديدة؟ هي السنة الجديدة نازل فيها ألوان 2020 عيبتدي ينزل في الشتة اللون الاخدر الداكن ده لون بيعمل دفء للجسم يعني انتي لما تلبسي اللون ده بتحبتي بدفء شوية لون الشيكولاب برضو نازل جديد مع خلط الأصفر والأورنج داخل في البنيات في لون اللفندر بيبدوه على السماوي على جري يعني ثلاث ألوان بتخلطوا ما بقى بيدي لون اللفندر اللي هو بتاديش تقولي ان هو سماوي متاديش تقولي ان هو جري هو خلط لون الأزرق مع الجري لون النيبيت اللي هو اللي هو النيبيتي تقريبا على أحمر شوية يعني ها دي الألوان كلها اللي طالع موضة بلاز طبعا الاكسسور بقى الريش والفرو والحاجات التركيبات كلها البرزة كل الحاجات اللي فيها بروز طالع موضة الشيطة جيد ان شاء الله طب بملاس بتراس السنة الجديدة برضو ممكن حضرتك تقدمي عروض إلي عمانك العروض كتير يا اي يعني خب ممكن حضرتك تكلمينا عنهم شوية بسي واحنا عمونا هننزل العروض دي طبعا على البيتش عشان الناس تبقى عارفة احنا بنعمل 25% على كل الشغل بتاع الخطوبة والفرح البرزة ميد والأي عروسة طبعا بيبقى ليها ما عارف العروسة والسحابة وكده فالمجموعات بنعمل لهم وفروت في الآخر السنة اللي هو شهر 12 كله هي مصر كلها بتعمل في شهر 12 عروض يعني تخفيضات وكده الأساس دي آخر السنة بقى ونبتدي سنة جديدة مع بعض وكده لغاية أول السنة الجديدة إن شاء الله بنرجع للأسعار العادية يعني طيب كنا حابين نعرف الصعوبات اللي وجهت حضرتك لحد ما وصلت للمكان ده أو قدرت توصلي بالقاتليل للمركز ده هي الصعوبات في الأول كانت إن الخامات المصرية ما كانتش يعني فيش قد كده حاجة يعني ما تعمليش الشغل الفيلميهي أو الفاشيوني الجديد أو الحاجات اللي إحنا بنشوفها مستورادة زي ما بتقولي فالسنة دي والسنة اللي فاتت ابتدى ينزل في مصر كمية أشكال من القمش حاجة فخيرة جدا فتقدري إن أنت ده يعني الصعوبات كذبان أنا لازم أستورد من بره حاجة استنى دي وصلنا فاتت ابتدت كوليكشن جديد ينزل للقمشة أكتر من رائع يعني فيه طفرح حصلت في مجال الماتيريال بتاع السوريهات حلوة جدا يعني أعجبيني لأن احنا مش بنتطور بسرعة لكن في القمشة احنا في خلال سنتين تعريبا كل الحاجات بتاع السوريهات بره بقت جامس طب ممكن حضرتك تفكري تعملي حاجة مثلا رجالي أو تقدري تصميمي تصميمات رجالي هو التصميمات رجالي سهلة وكل حاجة بس هي مشكلتها في حاجة بس بنسبلي أنا كدزاينر يعني أنا بزع من الروتين فالرجالي ملهمش عارفة ما فيش تجديد عندهم يعني البدلة هي بدلة مرة فتحتين مرة فتحة زراير ثلاث زراير أربع زراير الأميس نسرا فيه مفيش كوليكشن يشجعك ان انت تقادي تفكري تبتكري تسافري يعني أنا بحب سافر تركيا لبنان تونس جوانزو يعني كوليكشن إبداع فده بيضيف لي حاجات كتيرة جديدة لكن رجالي معلش هضيف ايه يعني هي البدلة والشميز والبنتلون بالنسبة للولادي كوليكشن ده أنا بتتابع معاك فيه يعني مش مجرس بس معملك الدرس وخلاص يعني لأ بقى هدولك يعني هما البنات بيسألوني يعني عموما الترحة بتبقى لونها إيه طب بربصها مندقى في تفاصيل كتير أوه سباني شوالا طب بعملها في كل زغيرة عشان دقبتي طب الكومة مثلا أنا ندري بقى عارفة فيه تفاصيل رفياة كده أنا بحبها مع البنات يعني بحب اسمعهم عشان عارف أعمل لهم الحاجة اللي نفسهم فيها يعني طب حضرتك سبق وصممتي حاجة للرجال قبل كده هو في فترة من الوقت كنت عاملة مثلا شميز رجالي العميز رجالي العادي ده كان عندي كوليكشن أعماشها كتير كارو مقلم كده ففكرت إن ده مش هينفع يتعمل بناتي أو حريمي خالص فعملت العين كده عندي في مصنع يعني صنعت بإنه شميز رجالي كان لبيع تجزئة وجملة ومكاتب وحاجات كده يعني لكن برضه هو قميس يعني هنعمل إيه هنكبر اسمير هنعمل لها كيرف شوية هنا هنكبر اللي أشوية هنصغر مش عارف أبدا في رجالي بس هم بجد يعني محجوزين إن هم موضتهم قليلة يعني يعرف بيحتروش قوي في إن هم راحين مناسبة طف بدلة مناسبة بسيطة طف شميز وكرافات مثلا الرجالي يعني مواضية بسيطة عندهم يعني لكن البناتي لا المواضية صعبة جدا طب وأخيرا حضرتك حابة تقولي إيه الجمهور حابة أقولهم يعني إن كل ستة وكل بنت هي فيها حاجة جميلة يعني ربينا خلق كل واحدة فيها جميل فالإبداع إن أنت تشاركي حد بيفهم في الجميل ده عشان يعرف يتلعيك بالصورة اللي أنت تبقي فخورة بنفسك وحصة بثقة بنفسك يعني أنا مثلا عندي بناتي وشها واحدة مثلا مش شو مدور جميلة أمو أحاول أباين قصة يعني الفستان مع الوش بنحاول نيبلس حتة الجمال فيك يعني أنت جسمك مثلا رفاية أعمل الكورسهاج مثلا دايق وجوب بواسة الحتة الجمال دي اللي بتخلي البنت تحسنها عندها سيقو بنفسها مبسوطة فلوس إن الموضة مش في الدراس بس وفي الفاشون بس هي الموضة في كل حاجة يعني الطرحة بيطلع فيها الورد اللي بتحطه بينت مثلا عروسة في شعره هذا الموضة الشوز بتاعها بصي يا صورة تجميلية يعني ما ينفقش ألبس دراس مثلا وروح لابسة عليه مثلا شوزة مثلا قديمة بصي يا الكوتشي طلع موضة قوي الأيام يعني كل البنات في الأفراح وفي القتوبة أنا نفسي بنتي الصغيرة في خطوبتها قعدت تصورت بالتلوانة هالي وكذا وبعدين كوتشي بقى عشان تعرف طبعا ترقص نطة تتحرق بس ده الحد كبير بيقلل أمت الفستان شوية بس هيبتوا تصورت خلاص يعني هي كل الفاشن بتاع البنت أو مزاجها في الصور إن هي تطلع حاجة حلوة طب إحنا ممكن نتفرج على بعض التصميمات حضرتك تمام هي تتعرض حالا أوكي هي دلوقتي هي هتظهرت على الشاشة إيه ده فستان خطوبة كان كله دونتيل بأبليكات ويرد وأنا عندي برضو حد في الأكتلي فنان قوياني هي الأسستم بتاعتي هي بنتي كبيرة برضو أنا بنيت الاثنين عندهم هيا دي شور لنسحة إيه فعلا آه دول كلهم بنيت زبايني يعني مش بنيت بنيت بس دول زبايني أعم ألاقي طب ممكن يعني كلهم بتوعنا اللي فات ده كان فستان فرح كانت عاملة اثنين تو درسز واحد للكوع واحد للكنيسة كان حلو قوي لدرس بتاع الفرح الفرح ده واحدة يعني تعتبر يعني محجبة بس في الفرح يعني انطلقت شوية بس برضو احنا عاملين لها كافر كل طل من جوة ده حيث ان الفستاني يبقى ان هو يعني اريان مثلا او متدلع شوية دلوة كده بس بلاس كل الشغل اللي عليه ده شغل هند بيد يعني كله تركيبات وارد حاجاتي لازم حد يشتغلها بمزاج وفن يعني لو حد حضرتك فعلا رائع فوق الرائع عشان كل اللي بيشتغلوا معي دماغهم يعني مركزين قوي نطلع على الحاجة ازاي حلوة بلاس بقى حاجة تانية يمكن كل العمل اللي بيفضلوا هتلاقي بان علي ان احنا ببنعملش تكرار يعني انت كأنك بتحتفظي بحق الفستاندة بتاعك انت مش هتلاقي حد تاني لابسه ايما اللي بيحب حاجة بيبدأ فيها طب ممكن حضرتك مفكرتش مثلا تعملي مدرسة او او حاجة تعليمشية البلايات الحبة في الصيف هو اللي جاي ده ان شاء الله هنعمل كرسات تعليمية عملي بقى يعني انا شايف عن البنات كلها بتاخد كرسات نظري 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 تطبق التطبيق بالنسبة له صعب قوي وتحسي انها كومبلت مش عارفة تقص مش عارفة خايفة مش يعني بوسي هو العمل اللي لازم يعني انا عايزة عمل كرس عندي واحدة كمان زمالتي دكتورة نون تطبيقية في معرض السينما بدرس ان شاء الله هنشتريك انه هي نعمل شركة يعني هنعمل فيها كرسات تعليمية هي يعني دكتورة مشهورة برضو اسمها الليلة المغربي هي ستايل تقوي بقى يعني دماغها حلوة قوي في الستايل هي النظري وانا هبقى العملي وطبعا فيه دكتورة تاني وفيه ناس هتعلم بقى مكة يعني هي هتعلم نظري اللبس والميك اوب والفات وكل حاجة وانا بالنسبة للتدريب العملي هتدرب كل واحدة زي تشتغل على المكة وفستانها دايما تسمي مطحة ريتك بتبقى هند ميت هو السنتين اللي فاتوا دول هو تلع فشم بشكل فضيع اللي هو انت بتعملي بادي طول خالص ده وتبتدي ترسمي كانت بترسمي لوحة كانت بتعملي لوحة جمالية بتحبي صل الهند ميت اكتور انا بحبه هو مطعب قوي بياخد وقت تتبع عنك زيادة شوية بس هو في الاخر بحبه لسبب واحد انه مفيش قتلية تاني بيعرف يطلع دي يعني انا بس لما انتقلع انها بفكري انا دايما بتحبي الحاجة المميزة اكيد يعني هو اي ديزاين في اي مجال سواء في ديكور مثلا او في رسمة او او كوفير او بيحب دايما يعمل الجديد عشان يبقى متميز ولو هو مش متميز مش يعرف يطلع حاجة جديدة لو حضرتك حبيتي تقدمي نصيحة للبنات اللي دايما بتحب تجيب اللبس الغالي وخلص ممكن تقوللهم ايه هو فيه بنات كانوا مهوزين يعني عندهم هوس بالحاجات البراند بس حاليا يعني يعني لو صوريب الزيت البراند ما يبقاش فيه كليكشن كويس بلاس ان هي ممكن تعمل كل الحاجات اللي هي اللي اسعارها هايب قوي يعني ممكن تعملها في اي اتلي اسواء عندي او عندي بيلي بسعار اقل بكتير بلاس ان هي تبقى مزبوطة لها اكتر فانها بتعملها لشخصها اهم حاجة طبعا يكون زقها حلوة اهم حاجة طبعا دي لازم الزوء يعني هو كل شغلنا اعتمد على الزوء وعلى الهلاقات وعلى الشيكة في التعايم طيب احنا لو حبينا ان اتواصل مع حضرتك شخصيا ممكن اتواصل معك الزيك ممكن على الواتساب انا يعني كل الكلام بتوعب بيعتولي على الواتساب لو هي عايزة تعرف بديتيلز معينتي عجبت مسلا اي بسطين في مجلة في صورة في النات بتفرجي بتبعتيني الستايل ده بتويني مسلا الديتيلز بتاعتوا ايه دايما حضرتك اللي بتردي على عملائك يعني هو ساعت انا و ساعت الاسستم اللي هي بنتي الكبيرة ميرولا يا نايا هي يعني هي تقريبا زي بالضبط في العلاقات العامة يعني او يمكن هي عندها صبر اكتر بتتنقش معاك فاهمة يعني تستعلك انت عايزة ايه طب جسمك تفاصيله ايه طب نزود كذا وتبتدي تدي افكار فهي يعني عندها وقت تتكلم او ترد اكتر مني انا دايما مركزة في في الاضافات في الفن نفسه في الابتكار نفسه يعني ممكن او يوم ما بشتغلش حاجة خالص غير ان انا بتفرج على مجلات فيها جبال فيها سماء فيها بحر فيها حاجات مبهرة اي حاجة بنشوفها جميلة بتضيف جمال جوة عنيك فانتي لما تسيجي بعدين تستميمي حاجة لازم هتطلع جميلة طب ممكن حضرتك فلس انا بشوف كنتم بنزل امر وجمال يعني فبتنا يخليك يا رب بتخلوني يعملوكو حاجة فعلا وانا سعيدة بيها صورة بفعلا ان انا بشتغل مع بناتي ممكن حضرتك تصميمي معرض ازاء مثلا برا مصر ولا شغل حضرتك دايما في مصر لا هو انا تفكيري كان اسطنة اللي فاتت ان انا هعمل هشغل شغل جاه التوريه في قتلهات في السين في جوانزو انا بقى 15 سنة تقريبا بروح السين موريتين في السنة السين كل الاكسيسوري بتاعها كوليكشن رائعة يعني انتي عينك ما تقدرش استوعب كمية الكوليكشن اللي هناك بلاس ان هو كل موسم وكل سنة فيه تجديد وفيه تغيير الدعمون السلاسل الحاجات اللي بتتبع يعني فيه كوليكشن كتير حاجات بتتقسقس تقشارشيب فارو ورد بارز ورد طاير الصين متميزة في الحاجات دي فانا فكرت ان انا السنة الجاي مش السنة الجاي يعني هو الموسم الجاي ان شاء الله في قتله هناك هشتغل معاه هتديله افكاري يعني افكار بناتي طبعا والفكر اللي هو السايد في المجتمع اللي احنا حاليا عايشين فيه بالوقتي بتاع مصر طبعا بلاس طبعا الاهالي والموضة والعادات بوسي يا كوليكشن غريب وكتير لازم تدوميه في حاجة واحدة عشان ترضي العميل بتاعي شكرا دكتور ايفان وكده نكون وصلنا لاخر حلقاتنا النهاردة من برنامج نايل ميديا كان معانا دكتور ايفان جبران مالكة قتلي ايفان فاشون بمصر الجديدة تشرفنا محمد تكامل نجتي يا ايا وانا تشرفت بيكو نشوف حضراتكم ان شاء الله في حلقة جديدة من برنامج نايل ميديا شكرا